لسا كلامنا عن رياضة مخلص شواجه مهير الكرة المصرية بتنتظر النهاردة البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوديفوار النهاردة هي لعب منتخبنا الوطني مع تنزانيا وديا الساعة 6 على استاد قاهرة الدول خلانا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المباراة من النقد الرياضي لأستاذ عبد الحميد فراج أهلا بحركة أستاذ عبد الحميد صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدين تلفزيون المصر قبل ما خشت مباراة تنزانيا ما نقدرش كده يعني نعدي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنشآت الرياضية العظيمة الكبيرة اللي شفناها في مدينة مصر للألعاب الأولمبية الرئيس استمع لشرح وافي من قبل وزير الشباب والرياضة ووقف مع اللعيبة ووقف مع صلاح ومع كهرباء وشفنا إزاي هزر معهم والتقط معهم على الكبير من الصور كلمنا عن زيارة الرئيس وكلمنا عن هذه المدينة اللي يعني الرئيس حرص بشكل كبير أنه هو يحضر الاستعدادات لهذه المباراة والتدريبات الخاصة بالمجدد عايز أقول لك يا رسالة مهمة جدا من دولة ومن قيادة الدولة من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة اللعيبة والتأكيد على الدعم والمساندة المنتخب مصر في الوقت ده قبل ساعات بسيطة من البروضة الأخيرة كماتش تنزانيا النهاردة وقبل ساعات بسيطة أيضا من السفر بكرة إن شاء الله لكوتيفور لخوض البطولة والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة سيد الرئيس بأنه يتكلم مع كل اللعيبة بشكل عام ومع قائد المنتخب كابت محمد صلاح والجهاز الفني بيأكد لهم الدعم الرسائل اللي أكدها كمان فكرة البنية التحتية الموجودة في مصر وإن احنا عايزين يكون فيه دايما ملاعب موجودة في كل المحافظات يتكلم كمان سيد الرئيس على فكرة الشباب وعلى إمكانيات الشباب وإن هو نفسه يتمنى ويشوف عدد كبير من اللعيبة المحترفة لمصر في الأندية الأوروبية وفي الدولات الأوروبية إن ده هيأكد على إمكانيات ولادنا وشبابنا سيد الرئيس كمان تكلم على إن تاريخ مصر والقدرات مصر في الكرة كان لازم تبقى فيه أكتر من سبع بطولات وقال إن احنا خدنا سبع بطولات ومصر تستحق وتمانية وتسعة وعشرة رسائل دعم ورسائل مساندة بتؤكد فعلا حرص القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المنتخب وأكتر من مرة سيد الرئيس فيه أكتر من إيفنت رياضي يتكلم على إن الرياضة هي ملف أمن قومي ودايما إحنا بنقول دايما إن الرياضة والفن دي القوى النعمة بتاعة مصر هي ديها تلي بتساعد في إنها تبين قوة مصر بين الأمم وبين الدول التانية أعتقد رسالة مهمة جدا وتوقيت مهمة جدا من السيد الرئيس تكلم على العمل الجماعي وإن فريق كرة القدم ده فريق جماعي وهي دي رسالة يعني سياسة فعلا ورسالة منظور سياسي إزاي إحنا في أي حاجة بقى لما بنشتغل إزاي نشتغل إزاي نشتغل إزاي جملة الدرجة بتاعتنا في التيمورك أو في العمل الجماعي اللي يقدر يحقق النجاح سعيد جدا بالرسالة دي وسعيد في إنها استعراض لأول أو النجاح الكبير أو أول استضافة للمنتخب الأول في المدينة الأولمبية في العاصمة الأدرية الجديدة بتأكد أن المدينة دي جاهزة لإستضافة الأحداث في الفترة اللي جاية بالمناسبة استاد الكورة هو كان آخر مرحلة من المدينة الأولمبية ملاعب التنس كانت جاهزة منطقة الملاعب الرياضية الاستضافات كلها الصلاة المغطاة طب يا فندم بكلمنا كمان أكتر عن الاستاد بقى تحديدا ساعة الاستاد قد إيه يعني قلنا بعض التفاصيل عنه الاستاد نفسه بيتسع لحوالي 90 ألف متفرج الزملاء اللي كانوا بيتابعوا تقصية المنتخب بالأمس بيأكدوا على أن نجيلة الملعب أكثر من رائعة على أن الاتراك والمدرجات مجهزة تجهيز كامل أيضاً دام تسميها بقى الحاجات اللي هي الملحقة سواء بقى غرفة المؤتمرات الصحفية وغيرها استاد يليك فعلاً باستضافة الأحداث الرياضية العالمية تعرف يا جماناً أن مصد فيه نية وفيه دراسة لإستضافة أولمبياد 36 فأحنا لازم نكون مجهزين أكتر من مكان وأكتر من ملعب للاستضافة ديت أكيد استاد القاهرة صارح كبير وأيضاً دلوقتي استاد مصر فيه المدينة الأولمبية بالعاصمة للإدارية الجديدة حاجة بتوضاف أو إضافة كبيرة جداً بتوضاف للبناء التحتية في مصر أتخيل أن هو مكسب كبير جداً للرياضة المصرية وزي ما قلت لك زيارة السيد الرئيس بتؤكد على أننا إن شاء الله هنشوف إنجازات كتيرة جداً واستضافة بطولات العالمية في الفترة صحيح طب كلمنا بقى عن يعني لما رئيس الدولة والقادة السياسية تروح لمنتخب قبل ما يروح بالتأكد حيأثر على معنوات اللاعبين بالإجاب وحيديهم دفع قوية جداً قدام جماهير مصر كلهم التشكيل اللي حيبدأ به فيتوريا عمل إزاي كلمنا أيضاً عن يعني كيف استعد اللاعبين لهذه المباراة في صوص تمام طبعاً احنا عايزنا نقول طبعاً كان فيه كلمة لصلاح والفتوريا الأول رداً على الدعم والمساندة أكدوا أنهم هيتزروا كل الجهد وأنهم هيكونوا يعني مش هيوفروا أي جهد عندهم في البطولة ديت وقالوا أننا في البطولة اللي فاتت وصلنا النهاية بس احنا إن شاء الله البطولة دي نكسب البطولة احنا الحمد لله ما فيش أي إصابات عادة في قائمة المنتخب كل اللاعبة جاهزة فيتوريا من المدربين اللي ما بيغيرش كتير أو اللي ما بيعتمدش على المباجئات كتير هو طول ما القوام الأساسي عنده جاهز أعتقد أنه مش هيغير في كتير فنسبة كبيرة هيكون الشناوي محمد الشناوي في عراسة المرمى ومنطم من الناس كلها ما فيش إصابات وكله جاهز يعني ما فيش مرحلة تأهيل حتى يعني الشناوي جاهز ياسر إبراهيم جاهز كل الأسماء اللي موجودة في منتخب مصر أو القائمة بالكامل السبع وعشرين لعب جاهزين أعتقد أن في الدفاع هيكون محمد عبد المنعم ربما يكون جنبه أحمد حجازي أو ياسر إبراهيم أحدهم هيعني يكون بجوار محمد عبد المنعم في جنب اليمين هيبقى عمر كمال عبد الواحد أو محمد آني دول الأقرب في جنب الشمال أيضا محمد حمد أو فتوح الخط الدفاعي هو اللي ممكن يكون في تغييرات كتيرة لأن فيتوريا دايما هيراكتس بالمباراتيات على مطشاط اللي هيلعبها في المجموعة مجموعتنا معنا موزنبيك ثم هنقابل غانا ثم كاب فيردي أو الرأس الأكثر موزنبيك ممكن تكون منتخب أنت هنلعب معه جيم مفتوح وهجومي أكتر أما غانا هيبقى الجيم متحفز شوية أو بمؤمن دفاعي أعتقد مدية تنزانيا النهاردة هنشوف فيها المدرستين أو هنشوف فيها السيناريوين اللي في رأس فيتوريا هيفكر إزاي وهو بيقابل منتخبات عايز يهجمها يعمل إيه وهيفكر أيضا إزاي وهو بيقابل منتخبات بتلك الدعم أو التأمين الدفاعي هنعمل فيه مؤكد طبعا هيكون في نص الملعب النني ومروان أو حمدي فاتحي موجود زيزو هيكون برضو من العناصر اللي بيعتبد عليها وبيوظفوا بشكل جيد فيتوريا صلاح في الجنب اليمين طبعا وأمر موش ومصطفى محمد هما السلاسي الهجومي بالنسبة كبيرة في تشكيل المنتخب النهاردة ولكن هي ودية مهمة وبروفة أخيرة هنشوف فيها أكتر من تفصيلة فنية في رأس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عشان الثلاث مباريات اللي في المجموعات إن شاء الله في البطورة يدرس المنافسين بشكل كويس ويقدر يطبق الحاجات دي في ودية النهاردة. طيب أستاذ عبد الحميد أخيرا وسريعا جدا توقعاتك لنتيجة مباراة منتخبنا الوطني أمام تنزانيا هو طبعا بكل المشاهد الفنية بتؤكد تفوق المنتخب المصر كإمكانيات وكعناصر فردية على المنتخب التنزاني ولكن مش عايزين نركز أو على نتيجة المباراة هي في الأول وفي الآخر ودية تجريبية أعتقد المنتخب ممكن يفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم بس كما قلت هي في المقام الأساسي التجربة والسعداد للمباراة لكن برضو ما يمنعش أنها بترفع من الروح المعنوية بشكل كبير لأي حال بشكر حداية جزيل الشكر الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي شكرا جزيلا يا فندا